يوم الثالث من يوليو ليس مجرد ذكرى ولكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤمرات اغتيال مؤسساتها وخيلة طرابها وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصب إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم أعلامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ الثالث من يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين الأصابات المسلحة في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجهة الحقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يمير للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة الثلاثين من يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة سطار العنف والظلام ترجمة نانسي قنقر